بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يعطيكم العافية جميعا طلاب التوجيه ربي بارك فيكم يفتح عليكم في هذا الفيديو هذا الفيديو موجه لطلاب التكبيلي بإمكان طلاب 2006 يستفيد منه لكن بديش الآن تأخذ فكرة كيف أليت التعامل مع الاختبار الكيمية من الآن ليش؟ أنا بس أنك تقطع فصل ثاني وبعدها أنت حتتأكد أنه كلامي صح لكن خلينا هذا الفيديو لطلاب 2005 التكبيلي الله يرضى عليكم حتى ما يتكرر ما حصل معكم بامتحان 2005 النظامي وتكون أموركم طيبة ما أتوقع وأنا كأو السلام نحميد في اختباركم التكبيلي حيكون تقريبا على أسهل شوي على أسهل شوي مش كثير من اختبار النظامي تمام؟ يعني مش بخوفك لا الآن انت صرت فاهم وامتحان 2005 يقولنا لكم منحلو حلناه واموره تمام الآن بديك تعرف تتعامل مع الاختبار بس ليش في طلاب جابوا عنا فول مارك وليش في طلاب جابوا عنا علامات شبه فول مارك وليش عنا في طلاب جابوا معدلات فوق الـ 98 ليش هذول خارقين؟ لا هو تعامل مع الاختبار بذكاء لذلك أنا طالع أحكي لك كيف تتعامل مع اختبارك بذكاء الله يرضى عليك لكن عندي شوية نصائح في البداية أستاذي امتحانك لازم تنام فيه في الامتحان؟ لا نام قبله مدة كافية من الساعات ما تسهر خلاص عشرة عشرة ونصف 11 كحد أقصى نام تمام؟ نام واخذ قصة من الراحة كويس الله يرضى عليك فأرجوك رجاء حارا ما تسهر ما تتعب نفسك هذا بتعب ومش هيشتغل معك في الاختبار تمام؟ بزعل منك الآن فنام خذ قصة من الراحة وأمورك طيبة توقف عن الدراسة قبل بداية الامتحان بساعتين امتحانك عشرة عشرة ونصف قبل ساعتين قبل ساعتين تتوقف عن ايش؟ عن الدراسة تعمل استغر ما تروح على الامتحان ومعك وراجك ومشعت للدنيا ومش عارف شو شغلات وعملات توقف عن الدراسة شفت زملائك شفت زميلاتك تحكيش معهم في الامتحان ولا في المادة ولا إيش هاي ولا شهديك ولا حتى لو في حدا سألك أو حدا سألك ما تجاوبه خلص اعمل استغرق خلي هذا يكون أخذ برضه كفايته وهو مستعد الآن إلو ساعتين مش مفكر في المادة مستعد أن يشتغل معك في الامتحان بكل أريحية فالله يرضى عليك الشغل الثالثة أذكارك أستاذ ما اللزم الاستغفار جعل الله له من كل هم الفرجة ومن كل ضيق مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب الاستغفار تحديدا من أكثر الأدعية والأذكار التي الله سبحانه وتعالى يفرج فيها الهم وينفس فيها الكرب ويعني أقسم بالله كأنه هذا الاستغفار يعني ما شاء الله يعني علاج لأي كرب لأي حزن لأي مصيبة لأي شيء بتوقع فيه الاستغفار رب العالمين بهونها عليك إن شاء الله قلل التوتر خلص أنا رايح على الامتحان أوكي فيه خوف شوية فيه والله شوية التوتر ما كلف أصابع عديك وبتهز للصبحيات الرجلة إيش فيه إيش فيه إهدى درست تابعت أمورك تمام تمكنت ورايح خاتم رايح أنت خاتم بدك ترفع معدل بدك تنجح في المادلة لأنه لا قدر الله منجحتش فيها فصل أول في السنة الماضية فهذا يعني بما إنك خاتم ودارس وتمكنت أمورك إن شاء الله طيبة فروح أنت متطمن وبدون التوتر خلي التوتر قليل قلل من التوتر طيب أستاذ السلم تورقة الامتحان شو أسوي تحط الورقة بتأخذ نفس بتسمي بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وتجعل الحزن إذا شئت سهلة رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقضاء من لساني يفقه قولي بتأخذ نفس بتسجل بياناتك تمام على ورقة الماسح اسمك رغم جلوسك كذا إلى آخر وحتى على الدفتر الخطوة الثانية قوة هتفتح الورقة على أول صفحة هنا مربط الفرس أستاذي امتحانك فيه 13 دائرة حمود وقواعد و12 دائرة تأكسد واختزالها 25 فصل أول فيه 12 دائرة سرعة التفاعل و13 دائرة عضوية 25 فصل ثاني أستاذ لا تفتح الصفحة الأولى انتقل سؤال رقم 26 أول سؤال بوحدة سرعة التفاعل أستاذ أنا وياك وجميع معلمي الكيمياء وجميع الأم أجمعت على أنه وحدة سرعة التفاعل من ألطف الوحدات وأسهلها وأجملها إلى حد ما مع العضوية أنا بحكي لك للي تابع ما يبيعرفنا العضوية سهلة مع العضوية غير هيك إجاباتهم سريعة وشبه مباشرة ومش بحاجة لشغل طويل يعني مش زي مثلا الحموض والقواعد مش بحاجة لتحليل كثير عميق زي الحموض والقواعد تأكسد وخزال لا فأنت يا أستاذ الـ 25 دائرة هذولا للطالب اللي دارس كويس يعني أقول لك اللي بديش أحكي يعني هو خاتم ومتمكن إلى حد ما من المادة بوغض معه بحدود الـ 40 دقيقة 25 دائرة في الـ 40 دقيقة هذول هو بدأ بشيء سهل وبسيط وبحله هو مستمتع وحاجز الخوف والتوتر اللي هو بيكون عبارة عن أول 10 دقائق لربع ساعة مش كسره حطم ودعس عليه ومشى تمام وغير هيك بعد 40 دقيقة أكون مخلص 50 دائرة شوف الراحة النفسية اللي أنا فيها تمام وضايل معي للامتحان بحدود الساعة ونص يا السلام ضايل معي للامتحان ساعة ونص وضايل بس عليه 25 دائرة شوف النفسية محلاها ساعة ونص ضايل عليه مشان إيش 25 دائرة وأنا خلصت أصلا 25 دائرة باربعين دقيقة هو فأنت كسرت حجز الخوف النفسية صارت حلوة مرتاح ومتطمن ساعة ونص ضايل 25 دقيقة وأمورك تمام فإذا هون أنت بتكون إيش خلاص أمورك طيبة ترجع للحمود والقواعد والتأكسل والاختزال قد ما صعب عليك هون أنه أنتوا عارفين تحانك النظامي كان يعني غلبك شوي في الحمود والقواعد آه وشوي في التأكسل والاختزال غلبك فيهم شوي آه غلبوكم لكن في البداية لما الطالب دخل على الحمود والقواعد وانصدم بأول ثلاث أربعة خمس ست أسئلة دخل في الحيط وقعد معه أول 25 دائرة ساعة ونص طيب ما قد يضايل الامتحان 40 دقيقة ولا قعد معي ساعة وعشرين دقيقة ساعة وعفونا واربعين دقيقة ضايل معي نص ساعة نص ساعة وضايل علي لسه نص الامتحان 25 دائرة شو النفسية اللي بدك تعيشها مع التوتر والضغط اللي صار عليك عمرك بحياتك ما بتنشي لكن معظم الطلاب اللي رب العالمين يسر أمورهم بلش من هون بلش من وين بلش من هون لذلك بتبلش أستاذي ببداية رأس 20 سرعة التفاعل وبتكمل لنهاية امتحان عضوية بوعدك أنا انت فعلا هتخلصهم بوقت قياسي ووقت ممتاز وامورك طيبة بترجع لوين هم وض قواعد تأكسد واختزال وانت متطمن ومرتاح البال تمام الوقت حيكون كافي معك النفسية حلوة متطمن مستمتع ويعطيك ألف عافية شفت الموضوع ما أبسطه بس أنا طالع أحكي معك الكلمتين هذول طبق اللي حكيت لك إياه وبعد الامتحان بعثلي قل لي يا أستاذ أنا قدمت الامتحان اليوم وأعطيني شو عملت قل لي انت شو عملت بس في الامتحان وشوف انه انت فعلا هتكون متطمن ومرتاح وهذه البال وأمورك طيبة تمام يا جماعة الله يعطيكم ألف عافية هذا المقطع بس حبيت أطلع فيه عشان أوضح لك كيف تتعامل مع ورقة اختبار الكيميا الوزارية وإن شاء الله رب العالمين بوفقك وبيفتح عليك وبتبشرونه بالفل مارك والعلمات العالية والنتائج المبهرة بإذن المولى عز وجل الله يعطيكم ألف عافية ونراكم إن شاء الله يوم النتائج لنفرح معكم بإذن الله تعالى كل التوفيق سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة